فكرا أدبا أخلاقا عملا يغدو دفاقا حلقات تبعث أملا فنزيد بها إشراقا فكرا أدبا أخلاقا عملا يغدو دفاقا حلقات تبعث أملا فنزيد بها إشراقا فكرا أدبا فكرا أدبا فكرا أدبا أخلاقا وبين صعود وهبوط لا يعصمه من تلك التحولات والتغيرات إلا فقه تربوي جاذب للبقاء بأماكن الطهري والنزاهة العلوية بسلم الحياة ضمانا له من عواقب الانحطاط والانحدار إلى واد سحيق فيأفل سطوع نجومه الإنساني في سماء هذه الحياة لأجل ذلك نخصص هذه الحلقة لمناقشة فقه التربية لمعالجة ظاهرة الإسقاطات الخطرة على الإنسان في بداية هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدكتور بندل الخدري الباحث العلوم التربوية وأساذ أصول التربية في جامعة إقلم سبع حياك الله دكتور حياك الله وأيضا حيا الله المشاهدين العزاء في هذه الحلقة أهلا وسهلا طيب دكتور اليوم نتحدث عن فقه التربية لمعالجة ظاهرة الإسقاطات الخطرة على الإنسان في البداية ما دلالت ظاهرة الإسقاطات الخطرة على الإنسان من خلال فقه التربية بسم الله الرحمن الرحيم هناك للإسقاط دلالة لغوية افتداء عندما نقول ظاهرة الإسقاط تكون ظاهرة حين تتكرر بأزمان مختلفة وتكون أحد منهجيات من يعشكون العيش في دنايا سلم السلوك الأخلاقي والسلوك الإنساني هذا أولا الأمر الآخر نقول أنها ظاهرة إسقاط لأن الإسقاط يكون من معاعلة إلى أسفل فكل شيء يجعل الإنسان ينزل من سلم الرقوية التربوي وسلم النزهها الإنسانية وسلم الصيانها الإنسانية إلى براث أو ساخ السلوك الإنساني يعد هذا سقوطا وانحدارا وهواية يكون هاويا وأمه هاوية لأنه سقط لإحدى الجوادب الشهوات الأرضية ولهذا سمي ذلك أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه هو تعبير قرآني أن ذلك إنسلاخ واليوم نقول في الحلقة أنه سقوط وهو دلالة تتقارب وتتماثل بأن الإنسلاخ يكون شيئا فشيئا غير أن السقوط قد يكون مدويا وسريعا وبالتالي حين نقول فكة أو الدلالة لفكة السقوط بمعنى أن هناك عوامل أسقطت إما شهوة أزاغت عقله أو شهوة أزاغت عقله فأسقطت أو شهوة استهوت نفسه فأزلت وهذا شأن الكثير ولهذا يفكر دائما الأعداء حين يرون صدوع نجومية الإنسان ويرون تأثيره ونفوذها الفكري والسياسي يسعون لإحداث وحتى نجومية من عوامل الإسقاط حتى يكون حبيسا لخطيئته وسيئته ويكبلوه بقيود العيوب والآثام حتى لا يكون لسانا صادعا ولا لسانا ناطقا ولا فضا بقيم التربية ليسكت إلى أبد الدهر إن أرادوا ذلك وليست على الله وعلى من يريد إعادة التحليق إن تأرض إلى على الله بعزيز لإعادة الرفعة والتمكين نعم الدكتور إذا ما تحدثنا عن أنواع الإسقاطات المضمنة بمصادر التربية الرئيسة عندما نقول الإسقاطات اللي تعلم أن من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن كمال رعاية وتربية أنه كان من أقداره تعريض بعض أنبيائه على الإسقاطات لماذا؟ أولا لاختبار صحة الولاء وكيف سيتعاملون مع حالات الإسقاط الأمر الآخر لإبراز قوة شخصيتهم ومتانة قيمهم وجودة أصالتهم وعزمهم وإرادتهم لإعادة التحليق ولهذا حين نتتبع القرآن الكريم نرى الأعداء كثير يحاولون الإسقاطات لأنبياء الله سبحانه وتعالى لقد تعرض كما تعرف ويعرف الجميع أن يوسف عليه السلام تعرض لحاولة إسقاط أخلاقي وقالت فيتلك لكن كيف خرج يوسف من هذه؟ كان لله حكم حين عرض يوسف على هذا الأمر الأمر الآخر تعرض أيضا موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام لمحاولة إسقاط أقول إسقاط جنائي اغتيال ليس اغتيال محاولة تلبيسة بجريمة قث حتى يبقى هارب ولا شارد ولا يكون الأمر متعن إن كان سنتعرض لها إن أمكن فيما بعد تعرضها الثلاثة الذين خلفوا لمحاولة إسقاط أمني لما رأوا الهجر التنظيمي والهجر التربوي وهجر مجتمع التربية لهم إذا بالعدو والعدو يرقب يقول لا علم أن صاحبك تأتي إليه رسالة نعلم أن صاحبك تشفاك إلحق بنا نواسيه هذه أيضا من محاولات الإسقاط العدائية حاولوا أيضا من الإسقاط الفكري ومسخ الهوية حتى كفار قريشه قالوا للنبي يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة وأنزل الله ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لكن كان لعدم لمقاومته لهذا 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 لمحاولة هذا الإسقاط كان له ثمن كل شيء له ثمن عندما تقاوم عملية الإسقاط أرادوا بعد ذلك قالوا إذن هذا ما شو حق إسقاط يلا نضردن نقتلن نخرجه ثم قال الله وإن أرادوا قال في سورة الإسراء وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا من قبل ولن تجد لسنتنا سنة مقضاء السنة من قبلك ولن تجد لسنتنا تحويلها هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى وهناك إسقاطات مالية وهناك إسقاطات سياسية نشاهد اليوم تتعرض إسقاطات كثيرة بأي حال إن حلقت في سماء العمل السياسي يريد أن يسقطوك سياسيا وإن حلقت في سماء العمل الأمني الإسلامي سيسقطوك يريدون أن يسقطوك أمنيا وإن أردت أن تحلق في سماء العمل الفكري والتربوي الرسالي يريدون أن يسقطوك أخلاقيا وبالتالي يجب أن تكون هناك يدضة لحماية الذات والنفس حتى إسقاط الجماعات ما في عمليات الإرهاب أو في تمويلات الخاطرة هم يفكرون كيف يسقطون الدول اليوم يا أقعدنا أنتوا المشاهدين الأعزاء كيف يسقطون جماعات كيف يسقطون أمم من أجل أن يحلقهم في سماء هذه الإنسانية نعم إذا ما مدأنا بالتقعيد التربوي المستنبط للتعامل مع محاولة الإسقاط الجنائي للإنسان كأنه أشار في القرآن الكريم الله تحدث حول الإسقاط محاولة الأعداء الإسقاط الجنائي متمثلة في موسى عليه السلام وكما تعرف أن موسى عليه السلام ضبيعة نفس لأن العدو حين يريد أن يسقطك هو أولا يدرس شخصيتك ما هي جوانب الإسقاط ما هو الذي يستميل قلبك ما هي جوانب الضعف لديه ولهذا أنا أحسب حين تعرض موسى عليه السلام لمحاولة الإسقاط الجنائي أنه مالك كان دراسا لشخصيته رأوا أنه شخصية صلبة شخصية قوية شخصية تستفز بصورة سريعة شخصية عندها غيرة شديدة وهذه كلها صفات ملائمة وملازمة لمن يريد أن يحطم ضغيان الاستبداد في هذه الحياة ولهذا أرادوا أني أتولب من هذا الجانب الضعف كان لا يتحكم في نزواته وكبح غضبه وحنقه وشدة استثارته لما دخل المدينة إذا بواحد من أصحابه قال يا موسى قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال يا موسى هذا صاحب يريد أن يقتلني لم يست ليتحمل ويكبح نزواته ويكبح غضبه ويكبح قواه النفسية إذا بيكزم موسى فقضى عليه فمات لم يعلم أحد أنه موسى الذي قضى عليه اليوم الثاني دخل موسى السوق أو دخل المدينة وقلنا قد هذك بإداعي قال يا موسى واحد آخر يريد أن قال إنك لغوي مبين شوف في هذه اللحظة قال إنك لغوي لما رأى أنه يريد أن يردع لأنه يريد أن يستغوي ويسكده مرة أخرى كدعرف بعد أن استعاد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى أنه وقع في إسكاط جنائي ولهذا في هذه اللحظة لما عرف قال إنك لغوي مبين أراد أن يكسر هذه اليد التي تسكده وهذا ما يجب أن نفهمه أن يد أي يد تريد أن تسكدك عليك أن تصون نفسك منها أولا قال فلما أقبل عليه قال لا تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا لحظ ما هي أهداف الإسكاط تبتو من هذه الآية يفصح على ظل مباشرة أنت تريد أن تقتلني كما قتلت إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين من المصلحين لحظ هذه أهداف الإسقاط إنهم يريدون أن ينشروا صورة ذهنية سالبة عن موسى أنه يريد الطغيان لما يمتلك من القوة أنه يريد الإفساد للإصلاح التي ينادي بها في هذه اللحظة ماذا صنع إذا به الله سبحانه وتعالى يهذبه لأن من لا يصون نفسه عن الإسقاط الجنائي لابد له من تأديب وكمال تربية حينئذ قرر الله سبحانه وتعالى له يلا يخرج مديان ويخرج بغير حدي ويقع هذا كالتربية الإلهية ويرع الغنم يدعذب لأنه من لا يصلح لقيادة الأمم الذين يصلحون لقيادة الأمم لابد أن يكبحوا نزواتهم وشهواتهم لابد أن يتعلموا أن لا يستفزوا لابد أن يعرفوا كيف يحافظون على مكتسبات حضورهم الشخصي وحضورهم الاجتماعي وحضورهم السياسي في هذه اللحظة يا رحمة الله يلا سر على الغنم ويبقى مع شعيبنا عليه السلام إنها مرحلا من الإعداد والتأهيل ولهذا لاحظوا معي الجانب الآخر بعد أن ذلك قص عليه القصص سرف الرجع عليه قال لا تخف نجوتا من القوم الظالمين أراد الله خلال هذا الأمر يا أخي العزيز أن يعده إعدادا تأهيلا وأن يوفر لهم مقومات الحياة والبقاء الحياة ثم أراد لما أمره الله بالرسالة أتدري ماذا قال والله يعيني بيقول اذهب إلى فرعون إنه ضغى كان أول أمر هو يتذكر ذلك الإسقاط وإثم ذلك الإسقاط ولهم علي ذنب فأخاف أن يكتلون هذا ما يجب حين نقع في الإسقاط هو يريد الأعداء أن نبقى خايفي ولهذا ما قاله المساء اليوم نبي يا موسى عاد أنت قتلت لا قبل أمس لا يحيني يا موسى قال فعلتها لاحظ كيف تغلب على حالة الإسقاط قال فعلتها إذن وأنا من الضالين فهرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وطيب ليش فهذا لماذا ما أظهرت حالة الإسقاط إلا اليوم وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يعني يريد أن يمتهنك يريد من أجل أن يستعبد الناس من أجل أن يستعلي على الناس هو يريد أن يسقطك عندما تريد أن تقوم نهضة الاستعلاء الإنساني في هذه الحياة نعم دكتور إذن المشاهدين الكرام فاصل نعود بعده لنكمل هذه الحلقة من برنامج فقه التربية نتحدث عن فقه التربية لمعالجة ظاهرة الإسقاطات الخطيرة على الإنسان فابقوا معنا حياكم الله ومشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في برنامج فقه التربية نتحدث في هذه الحلقة عن فقه التربية لمعالجة ظاهرة الإسقاطات الخطيرة على الإنسان تحدثنا حول التقايد التربوي المصنبط لتعامل مع محاولة الإسقاط الجنائي ماذا عن محاولة الإسقاط الأخلاقي؟ وأيضا كما سلفنا سابقا أن من مظاهر الإسقاط التي تضمنتها التربية الإسلامية وأراد الله أن نعيها كجماعة تربوية إسلامية حكى لنا الله وأبرز لنا محاولة الإسقاط الأخلاقي التي تعرض لها نبي الله يوسف عليه السلام وكانت فرصا من فرص الإصطفاء والاشتباء التي آلت إليه لأنه قال لا تتعجب من السالم كيف سلم يعني لكن تعجب من الهالك كيف سلم هذا هو الاستغراب وجه الاستغراب الذي رأيناه حين ترى الإنسان يكاد أن يسكد كيف نجع هذا هو محل الاستغراب وملامح القوة هنا وبالتالي لاحظ معي موسى يوسف عليه السلام حين تعرض إلى محاولة الإسقاط الأخلاقي من امرأة كانت يعني أحد أفراد عائلة الملك تتزين في كامل فتنتها كما جاء في بعض الآثار تمسح على شعر يوسف إن صحت الرواية فتقول ما أنعم شعرك فيقول أول ما يتصاقد مني بعد موتي ثم تقول ما أجمل عينيك يا يوسف يقول أول ما يسيل ماءها مني بعد موتي ما أنعم جسدك يا يوسف يقول أول ما تأكل هدود مني بعد موتي كانت توجه سهام إثارة الشهوة وكان يوجه سهام كلمات الطهر والنقاء لإخماد ثوران شهوتها في نفسيتها ومعد أن قالت له هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواهي كان هذا هو أول مقعد أول قاعدا من القواعد يجب أن نعي أنه أن الإنسان لا يسقط إلا إذا عشعشت الشهوة والشبهة في عقل المر فإذا عشعشت الشهوة أو الشبهة في أعمى عين المر أعمى تصره وبصيرته لكن يوسف نجى لأنها لم تعشعش لم يعشعش الفكر الشهوة ولا زيغ الشبهة التي تزيل قوة تحكمه العقلي وحينئذ لما قالت له قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواهي قالوا في تفسيرها في هذه اللحظة فذكر أن الله أحسن مثواه قالوا أن أحسن مثواه جعله ينتمي إلى أسرة عريقة فهل يليق بي للحفظ على الكرامة الإنسانية أن أدنس شهوة أبي وسمعة أبي وهل يليق بي أن زوج الملك إن كان يقصد به الرب آنذاك رب الأسرة أو الملك رب مصر هل يليق بكرمه وأخلاقه أنه يرعا ويكرمه ويقربه ويؤتمن على أهل بيته فلما يختفي ينتهي كحرماته فقال لما علم هذا كان أول عاصم له ولما شع الخبر وإذا بالبلبل حدثت وأرادت أن تمزق ثوبه من خلفه وعالمت نساء الملك قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه أرادت أن توقع المكرى الآخر قالت فجمعته ثم أخرجته عليهم وعطت كل واحد منهن شيئا تقطع طفاحة أو أي شيء ولما قالت اطلع عليهم فلما اطلع عليهم بجمال وجه الذي يفتن العقول ويثير النفوس قطعنا أيديهن ونسين هذا كله وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت لئن لم يفعل ما آمره إنه تحدي من أجل الإسقاط لكن هل يصدق حتى العدو وإنت حتى أن يسقطك هل يمكن أن يتحكم يعلمنا يوسف عليه السلام أنه ليس هناك أحد في هذا الكون يمكن أن يسقطك إلا إذا أردت الإسقاط لا ذا قالت تسقط هيت لك إن لم تفعل ما لمسج قال رب السجن أحب إلي مما يدعم أرادوا إسقاط إذن جنسيا أو أخلاقيا لكنه لم يسقط أرادوا بعد ذلك إسقاطه أخلاقيا هل تلفظ بكلمة وقال للملك ماهو شناء هي مرتك أراد أيضا ألا يسقط تربويا وأخلاقيا أراد أن يعلمهم الطهر والنزاهة في الوقت الذي يفكر الأعداء بإسقاطك أخلاقيا وتربويا عليك أن تفكر كيف تعلم من فكة الصيانة وفكة الصيانة الشرف وفكة صيانة المكانة وفكة صيانة العين وفكة صيانة اليد وفكة صيانة الفكر فهو الذي لم يفكر أراد أن يعلمهم هذا قال يا رب السجن أحب إليهم ما يدعون للي بعد فتر من الزمن وعشر سنوات إذا بالملك يقول يوسف هذا استدعوه استخلص لنفسي يعني يعني قد خلاص قد ركت كلبهم له وبرد تشاوى وقال لا 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 وتريد أن تستخلص لي أول أم اسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ولم يذكر زوجة الملك شوف مراعاة للشعور حتى لا يسقط أخلاقيا حتى لا يفسد علاقات الناس لأن من يفسد علاقات الناس يسقط أخلاقيا قال اسأل أول ما بال النسوة التي قطعن أيديهن وأرجو أيديهن قال فاستدعاهن الملك أراد أن يدخل إلى نظام الحكم وهو نقي طاهر غير مدنس غير صاقض للأخلاق حتى لا يمتن أراد أن يخرج من هذا السقوط حتى لا تحض بخضيئته ليرتفع إلى السماء الإنساني اللي يكون حاكم مصر في هذه اللحظة وفي هذا الموقف الرهيب جمعهن ما بالكم إذ راوتتن يوسف عن نفسه أول من تكلم امرأته امرأة العلم حاشا لله أنا راوتته عن نفسي أرادت أن تكفر ذلك الخطيئة فاستعصم قال فاستعصم والنساء بعدها كلهم حاشا لله ما علمنا عليه من سوء لكن متى قلنا هذا بعد أن ظلم يوسف عليه السلام ثمان سنوات في الحبس لم يسقط أخلاقيا ولا لفظيا ولا سلوكيا هكذا العثيف هكذا الطاهر يفك ويكسر أسلال المعاصي إن وقع في ضعف لا يخشى ولهذا لاحظ معي ما هو الفرق بين بين محاولة إسقاط موسى ويوسف أن موسى يعني فعلا تم إسقاطه وقتل لكن كيف كان موقفا اعترف والاعتراف بالحق فضيلة وهو نوع من أنواع الشجاعة يقول لنا اعترفت في حال ضعف خلاص فإذا ما وقع الإنسان أرادوا إسقاطه وتبرأ من ذلك والصعزم على الإنسان أن يتريث لأن كل شيء قالوا كل شيء هكذا في فكة تربية قالوا كل شيء يولد صغيرا يكبر مع الزمن إلا المشاكل والملابسات فإنها تولد كبيرة ومع الزمن تصغر شيئا فشيئا دعنا أيضا نتحدث دكتور حول عواصم الفقه التربوي أو العواصم الفقهية الإنسان من قواصم الإسقاط التربوي ما الذي يقل إنسان حتى لا يسقط أخلاقيا حتى لا يسقط جنائيا حتى لا يسقط أمنيا إلى آخر ذلك نقول أول أمر الاحتماء بحبل الله الارتباط بحبل الله قوة أن تكون لدى الإنسان قوة نسميها قوة مركبة قوة ارتباط عقلي بالمنهج وقوة ارتباط قلبي بالله سبحانه وتعالى وقوة ارتباط فكري ووجداني بجماعة التربية وبفكرة التربية قوة ارتباط بالقيم والمبادئ والأصول والقيم التربوية التي ينتمي إليها هذا أول من العواصم الأمر الآخر أن يعمل على صيانة نفسه أن يعمل على النزاهة والطهر عليه حين يرى جواذب الأرض وجواذب الإسقاط تدنم عليه أن يفر ولهذا لاحظ معي ما هو الذي جعل ذلك الرجل يقتل مئة واحد إنها البيئة ولهذا حين ترى أن مؤثرات البيئة ستعين على إسقاطك أخلاقي تخلص من التلفون إذا قد التلفون هذا يعيس قطك تخلص من المال إذا رأيت أن هذه البيئة ستسقط فيها أخلاقيا اذهب فثم أرض الله واسعة لتهاجر فيها لتبحث عن مكان آخر تخلص من كل عوامل الإسقاط وأنا أقول لك حين يكون ذلك يحتاج الإنسان أكثر ما يحتاج إلى إرادة الصوبة إلى شجع لمقابلة الخطأ إلى يقظة أقول عندما أقول يقظة يقظة قلب يدرك المخاضر والتبعات لأن الإنسان لا يعرف ما أشد عقوبة حين تحس بخطيئة الإسقاط ومرارتها وذلها يبقى الإنسان خائف حين تعرف ذوق هذه المرارة تكون أشد تمسكا من إعادة الصدوع والتعلق بسماء الطهر الإنساني الأمر الآخر لا يبقى الإنسان وحيدا كما قالوا فالشيطان لا يأكل من الذئب إلا من الغنم الغاصية هكذا عندما يبقى الإنسان ويرد عدوك يتفرد وجي حاكك لوحدك ولحدش يدرك ليبقى الإنسان لصيق بجماعتها التربوية يا أخي أقول لك بكل صراحة كانوا الصحابة الشجعان واحد يحب أن يزني يأتي إلى عند النبي يقول يا رسول الله أحب أن أزني في الحرفة الواحد قالت أحب أن تزني ليش قال أحب أن أزني لكن عادو بيفكر اشتي يستأذن قال اجلس وبإدابه هذا بيفهم أنه عرابي حديث تربية بالإسلام لا يعرف لو كان يعرف الإسلام ما جاي يستأذن لكن عند الشجاعة مثل يا حق صاحبنا اليوم الذي دلقاه عنده قال أتريد أن أن يكون ذلك لابنتك أترضاه لابنتك وبيفكر لو واحد يجي عند ابنتك يزني بابنتك قال لا قال أترضاه لزوجتك قال لا قال أترضاه لأختك قال لا أترضاه لأمك قال لا قال ترضاه لغيرك يا هذا ولا ترضاه لنفسك قال فما قام إلا وأشد شيء إلى كلبه وأبغض شيء إلى كلبه هو الزنا وهنا الأسلم والتربية في التعامل مثلا في هذه القصة أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول له قال الله كذا ولا وإنما أتى له بهذا الأسلم الذي رآه ولهذا نحن بحاجة إلى رعاية خاصة إن يتعرض الإنسان للإسكار ولهذا أقبح شيء بأساليب التعامل الاجتماعي عندما يقع الإنسان في ضعف وبعد دلق الكلام من كل حدب وصوب حتى ينزوي الإنسان ويقول قدنا هذا كالفاتر كيف نأخذ إذا وقعت المرأة في الضعف كيف نأخذ إذا وقع الإنسان في الضعف كيف نأخذ بأيدي بعضنا البعض لأن نتقوى على عوامل الإسكار لن أسقط أخلاقين قال لك الله قال زوج بارفة نساء يا أخي بشرفه كرام من هو الذي يقول حتى تضرب زوجتك بالرأس عرض الجدر لكن لا أن تسقط أخلاقيا ابحث في الأرض يشتغل ليل ونهار لكن لا تسقط ماليا حاول أن تصبر وتتحمل لكن لا أن تسقط جنائيا تحمل واصبر على مرارة الجماعة لكن احذر أن يستفرد العدو يقول شي احنا بن رباكت بيبهدرك شي نعاني يكون اسبكاك وعن نفعل لك ويحاول استقطاب أمنيا ليكون عين للأعداء هذا محال والأمر الآخر لنستعين بالله بالدعاء ليلا ونهارا أن يثبتنا على القيم الفاضلة كما قال القابض منكم على دينه كالقابض على الجم نعم دكتور حديثك لا يقاطع ولا يمل ولكن أزف الوقت انتهت مشاهدين الكرام حلقة اليوم من برنامج فقه التربية تحدثنا فيها حول فقه التربية لمعالجة ظاهرة الإسقاطات الخطرة على الإنسان نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة قبل ذلك أشكر ضيفنا دكتور بندر الخدري والصالد أصل التربية في جامعة القيم السباء شكرا لكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم